إذا سألتك من انطباعك الأولي ما هي أكثر فتاة جريئة بينهم صاحبة لول أحمر أو الورضي أو الشعر الأحمر أوقف الفيديو وأجبني في التعليقات غالبا ستكون اخترت صاحبة لول أحمر والذي جعلك تختارها هي حواجبها المرفوعة التي تدل على الجرأة الشديدة والسبب هو أن الحواجب هي المسؤولة عن الانطباع الأولي سواء كشكل أو كتعامل فهي المسؤولة عن شخصيتك والمسؤولة عن الإعجاب الأولي للفتاة وهو أول ملمح يجب أن تلاحظه في الفتاة لتعرف أنسب طريقة لجدبها في تواني معدودة وترك انطباع أولي جداب جدا للفتاة وكما تعلم الانطباع الأولي يدوم أو الانطباعات الأولية تدوم وبعد قليل سنعرف مئة شكل للحواجب بجميع تفاصيلها لكن قبل ذلك أريد أن أعرفك عن نفسي أنا إلياس وساعد الرجال على الزواج باستخدام علم الفراسة فإذا كنت رجل وتريد الزواج بأي فتاة في العالم وكيفما كانت وفي أي مرحلة كانت علاقتك بها سواء في مرحلة الإعجاب أو التعارف أو العلاقة قم بحجز مكالمتك المجانية لأرى إذا كنت مناسب لمساعدتك وستجد رابط الحجز في وصف الفيديو وقد فتحت كذلك حساب انستغرام جديد ستجد رابطه في الوصف وحتى تعرف السياق الذي نحن فيه الوجه في علم الفراسة يقسم إلى ثلاث أقسام القسم الأول وهو الجبهة هو المسؤول عن الإعجاب بمعنى أن هذا الجزء جميع الصفات الشخصية التي موجودة فيه وهو المسؤول عن التفكير والتحليل والعقلانية والإدراك كل هذه الصفات هي التي تشغل في البداية أما منطقة المشاعر هي المسؤولة عن التعارف منطقة المشاعر والطموح والدوافع والخيال أما منطقة الحركة هي المسؤولة عن مرحلة العلاقة فعلاقتك مع الفتاة تمر بهذه الثلاث مراحل وتبدأ من مرحلة الحدث والمسؤول عنها هو هذا الجزء سأريك التقسيم بعد قليل وتنتهي بمرحلة الولادة والمسؤول عنها هي منطقة الشارب أو تحديدا منطقة النترة بالنسبة لمرحلة الإعجاب أو أول جزء في مرحلة الإعجاب وهو مرحلة الحدث والملاحظة هو المسؤول عن الإعجاب الجنسي ثاني مرحلة وهي مرحلة الداكرة والحكم هذا الجزء في الجبهة هو المسؤول عن الداكرة والحكم وهو المسؤول عن الإعجاب العاطفي وتالي جزء في الجبهة هو المسؤول عن المنطق والخيال وهو المسؤول عن الإعجاب التقافي وبالنسبة لمرحلة الإعجاب أو هذه المناطق الثلاثة في مرحلة الإعجاب فتبدأ المرأة بملاحظتك بالحدث بعد ذلك تمر إلى الداكرة تتذكر بشكل لاواعي هل مثلا أبوها كان مسيطر هذا يؤثر على طريقة نجدابها كان غائب يؤثر على طريقة نجدابها وهكذا والمنطق والخيال أغلب النساء يكون لديهم ضعيف أو بمعنى آخر المنطق أما الخيال يكون لديهم قوي فما الذي يحصل؟ المرأة لا تعتمد في الإعجاب بالرجل على المنطق تعتمد على الحدث والداكرة لذلك تجد أغلب النساء لديهم الجبهة تضيق للأعلى وهذه المرأة تنجدب بشكل جنسي بالدرجة الأولى أو دائرية هذه المرأة تنجدب بشكل عاطفي بالدرجة الأولى لكن كل نساء تنجدب بشكل عاطفي أو معظم النساء بالنسبة للحاجب هو المسؤول عن حركة القلب المسؤول عن المواهب الفنية المسؤول عن قدرات تواصل المسؤول عن الانفعالات العاطفية المسؤول عن العلاقة بالعائلة والإخوة أول منطقة في الحاجب هذه المنطقة إذا كانت كتيفة لدى الشخص تدل على أن هذا الشخص لديه قدر على إدراك الأشكال والوزن بالحدث أما المنطقة الثانية إذا كانت هذه جزئية كتيفة لديك فوق الحدقة مباشرة تدل على حس جمالي عالي تدل على حساسية مفرطة تجاه الألوان والأشكال وموهبة فنية ككل أما إذا كانت لديك المنطقة الثالثة بعد الحدقة إلى غاية نهاية العين كتيفة تدل على ميل قوي لاحترام القواعد الاجتماعية مثل الأخلاق والانضباط أما لو كانت لديك المنطقة الرابعة في الحاجب كتيفة تدل على أن لديك طبيعة عقلانية ولديك قوة في التعامل مع الأرقام والحسابات وحس مالي ممتاز وفهم جيد للاقتصاد بالنسبة لأول شكل معنى للحاجب المرأة التي تجد لديها الحاجب كتيف بهذا الشكل يدل على شخصية ذكورية دائما تحاول أن تسيطر على الرجل دائما تعطيك انطباع بالقوة شخصية قوية قد تسبب إزعاج الآخرين بسبب قوة شخصيتها لديها مهارة في اتخاذ القرارات والتنفيذ لدرجة أنها ممكن أن تعمل قبل أن تفكر وعواطفها تكون قوية وعلاقتها بالوالدين والإخوة تكون قوية ويوجد بينهم ترابط لو وجدنا الملامح التي سأريك بعد قليل وشخصية حماسية ومندفعة وشغوفة وطباعها تكون قوية وهذه الشخصية تكون لديها نية حسنة في تفسير مشاعر الآخرين على أنها اهتمام رومانسي بمعنى أنك لو تعاملت معها مباشرة تفسر أو لو ابتسمت لها مثلا تفسر هذا على أنه إعجاب فهذه ميزة لديها وقوة كبيرة جدا فبمجرد أن تتعامل مع صاحبة الحاجب الكتيف فيجب أن تكون لديك ثقة عمياء أنها تحبك ما دام أنك معجب بها إذا لم تشعر هي بأن لديك هذه الثقة فمباشرة ستبتعد عنك لو شعرت أنك غير واتق أنها معجبة أو أنها معجبة بك أم لا أو أنك أنت غير واتق فهذه هي الثقة المرتبطة بالعلاقة مع الفتاة كذلك لديها إصرار في الحب والعمل وتمسك بالأشياء ومشاكل مستمرة في العلاقات الإنسانية بسبب قوة شخصيتها وصعوبة في التكيف مع تغير المشاعر صعوبة في التعامل مع المشاعر مشاعرها تكون قوية لو كانت مثلا شعرت بإحباط أو هي حزينة في الوقت الحالي لا تستطيع أن تغير مشاعرها بشكل مباشر خصوصا لو كان الحاجب مستقيم أما بالنسبة للحاجب الذي يكون كتيف وأسود يوجد هنا اللو الأسود والحاجب كتيف يدل على شخصية عاطفية وعقلانية وجدية بمعنى أنها في العمل تكون شخصية جدية أو صلبة ظاهريا وداخريا يوجد مشاعر جياشة تحترم العادات والتقاليد علاقتها جيدة مع الإخوة محبوبة للآخرين محطة اهتمام للجنس الآخر أما لو كان شعر الحاجب خشن الشعر تجد أنه خشن حتى أخشن من هذا الشعر يدل على أن هذه الشخصية تلتزم بالمبادئ لديها تصلب في الرأي وحيوية قوية حيوية وقوة تحمل فمع هذه المرأة لو شعرت أنك غير متصلب في آرائك وفي قراراتك فمباشرة هي ستبتعد عنك هي تعتبر هذا ضعف وتردد أما لو كان شعر الحاجب كتيف ويتحول لخفيف بهذا الشكل تجد أن الحاجب هنا كتيف بعد ذلك هنا أقل أو هنا يوجد خفيف حتى أخف من هذا الشكل هذه الشخصية تميل أن تكون مبدعة تحدد أهدافها بوضوح في سن مبكرة وتعمل على تحقيقها بجد كذلك لديها مزاجية في اهتمامها بالأشياء أو اهتمامها بالأشخاص أو اهتمامها بالأفكار أما إذا كانت الحواجب كتيفة وطويلة وشعر الحاجب هنا لو لاحظت شعر الحاجب ناعم هذه الشخصية دكية وقوية وطموحة علماء الفراسة يقولون أو يحبون صاحبة الحاجب الذي يكون عريض في البداية وبعد ذلك مدبب والحاجب ككل يكون لطيف أو شكله جميل هذه الشخصية تدعم أنها شخصية متوازنة نفسيا أما بالنسبة لنعومة الحاجب فتدل على التكيف واحترام آراء الآخرين وقدرة ضعيفة على التحمل بدني أما لو كانت الحواجب صلبة وكتيفة تجد كتيفة بهذا الشكل لا يظهر لك هنا تجد هنا كتيفة جدا المسام لا تظهر أصلا عكس هذا الحاجب رغم أنه كتيف جدا هذا الحاجب الذي يكون بهذا الشكل تدل على نشاط بدني عالي جدا تناسبها الأنشطة التي تحتاج استخدام الجسم مثل الرياضة والعمل أكثر من الأنشطة العقلية أما لو وجدت الحاجب كتيف وطويل بهذا الشكل كتيف وطويل وعريض وينطبق كذلك على هذا الحاجب هذه الشخصية ككل تكون طموحة وشخصيتها قوية وشخصية عنيدة وتسبب المشاكل في علاقتها مع الرجل هو سأعطيك قاعدة بمجرد أن تتعامل مع صاحبة الحاجب الكتيف والعريض والسميك كل هذه الصفات أو الذي يكون شعره تحديدا يكون سميك أو خشن بمجرد أن تتعامل مع هذه الشخصية أول شيء يجب أن يكون صوتك مرتفع أكثر يجب أن يكون لديك فضادة في التعامل بمعنى الصح يجب أن تكون نوع من القوة ونوع من أن لو شعرت أنك متردد في شيء أو أنك تخاف أن تجرح مشاعرها أو أن تتكلم بقوة عن آرائك مباشرة أو تعتبر هذا ضعف شخصية تخاف أن تواجهها تخاف أن تخبرها بأشياء ممكن أن تجعلها غير سعيدة كل هذه الأشياء ستجعلك غير جدد بالنسبة لهذه الشخصية فكلما كنت واضح ومباشر معها كان هذا أفضل أما بالنسبة للحاجب الذي يكون كتيف ومتساوي في العرض بهذا الشكل تجده كتيف ومتساوي في العرض في النهاية والبداية تجد هنا على عرض واحد الحاجب على عرض واحد ككل يدل على أن هذه الشخصية لديها وضوح دهني خصوصا لو لم تجد الحاجب مشوش وشخصية ودودة ككل ولديها قدرة على إقناع الناس بطريقة تعبيرها خصوصا لو وجدت هنا تقوص في الحاجب كذلك هذه الشخصية تميل للعزوبية طيلة حياتها سنرى بعد قليل كيف تعرف المرأة العازبة من شكل الوجه كذلك هي شخصية لا تبالي بالجوانب المالية فهذه الشخصية تنفع أن تكون مثلا داعية أو تنصح الناس بالدين وهكذا سواء للرجل أو للمرأة أما بالنسبة للحاجب الذي يكون خفيف الحاجب الخفيف يدل على شخصية علاقتها بالأسرة والإخوة ضعيفة دائرة صديقاتها ضيقة شخصية بارعة عاطفيا ستعرف بعد قليل معنى بارعة عاطفيا وممكن أن تكون نشيطة في العمل لو وجدت هنا سواد أسفل العيون هذه الشخصية دائما تستمد راحتها النفسية من العمل لكن هذه الشخصيات يكون لديها ميل لضعف القلب أصحاب الحاجب الخفيف والعفس للحاجب الكتيف أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مستقيم وخفيف بهذا الشكل تجد الحاجب مستقيم وخفيف هذه الشخصية لدرجة أن الجلد يظهر حتى أخف من هذا الحاجب هذه الشخصية تكون دكية جدا يكون أو تكون من عائلة نبيلة أو تربيتها جيدة ككل ولديها ضعف في قوة تحمل وضعف في القدر على التنفيذ شخصية طيبة ككل ومحبوبة بالنسبة للحاجب الذي يكون بهذا الشكل يكون هلالي أو يوجد دوران هنا حتى دوران أكثر من هذا الشكل وفي نفس الوقت تجد أن شعر الحاجب خفيف وتجد شعر الحاجب ناعم وتجد عريض في المنتصف تقريبا بعرض العين هذه الشخصية تكون اجتماعية أو تميل أن تكون اجتماعية ولديها القدر على التعامل ولديها مرونة في التعامل ولديها قدر على إمتاع الآخرين وحدث قوي وقدر على التكيف شخصية في العموم محبوبة كذلك شخصية حساسة ولطيفة ورحيمة بالآخرين وخلوقة أما بالنسبة للحواجب التي تكون باهتة باهتة لدرجة أنك ترى فروة الرأس أو ترى الجلد تحت الحاجب بشكل واضح هذه الشخصية أول شيء لديها علاقة ضعيفة مع الوالدين والإخوة وغالبا عاشت بعيدة عن عائلتها في سن مبكر بعد قليل سأريك كيف تعرف عدد الإخوة وأشياء أخرى من شكل الحاجب لأنه مرتبط بشكل مباشر بإخوتك وبعلاقتك مع الأسرك كل فهذه الشخصية غالبا تكون عاشت بعيدة عن عائلتها في سن مبكرة ولديها قدرة قوية على تحضير الأمور مسبقا لديها قدرة ككل هذا والذي كلمتك عنه بعد قليل قلت لك سأجيبك عن المرتبط بموضوع أنها بارعة عاطفيا هذه الشخصية لديها القدرة على أن تترك انطباع إيجابي تجاهك كيفما كانت شخصيتك سواء كانت شخصيتك فضة جدا لطيفة جدا لديها القدرة على أن تترك لك انطباع إيجابي يعني تحاول نوع من المجارات لشخصيتك كذلك يتميل لأن تكون منعزلة فلو تعاملت مع هذه الشخصية دائما تجدها تجارك في الكلام تحاول أن تكون مثل أو تقول مثل كلامك مثل معتقداتك تجارك في الكلام من هذه الناحية أما بالنسبة للحاجب الذي يكون سميك بهذا الشكل في العرض هنا تجد الحاجب عريض هذه الشخصية لديها عاطفة قوية شخصية نشيطة ومتحمثة تعبر عن نفسها بوضوح تنافسية جدا لديها إيجابية وقدرة على التحرك والفعل شخصية محبوبة ككل لدرجة أن الناس خصوصا لو وجدت هذه المسافة هنا قريبا الناس ممكن أن تبدأ بالسخرية والسهزاء منها كذلك هذه الشخصية في العموم تميل أن تكون خدومة للآخرين لدرجة أنها تنسى نفسها أما لو وجدت الحاجب بهذا الشكل كتيف وسميك ومشوش هو يكون أكثر لدى الرجال هذه الشخصية تكون لديها طبيعة عملية شخصية غير مرنة لديها جمود شخصية غضوبة على أمور تافية ضعيفة في الأعمال قصيرة الأمد وبارعة في الأعمال التي تأخذ مدى طويل والتي تحتاج بالتحديد للتخطيط هذه الحواجب تجدها لدى حرفيين متشددين بمعنى أنه حتى لو توفرت لديه تقنيات جديدة ومتطورة ممكن أن يتبع التقنيات القديمة أو التقنيات التقليدية هذا يجعله غير متطور وفي الآخر يعيش حياة بسيطة وفقيرة أما لو وجدت الحاجب بهذا الشكل يوجد هنا تقوس وفي نفس الوقت الحاجب عريض هذه الشخصية لديها قابلية للتكييف في أي مكان وشخصية ككل محبوبة للآخرين أما لو وجدت الحاجب رقيق بهذا الشكل نحيف في العرض هنا تجد الحاجب نحيف حتى أنحف من هذا الحاجب هذه الشخصية تكون شخصية أنتوية علاقاتها الاجتماعية محدودة مترددة وحذرة لا تحسم القرارات أما لو وجدت لديها الحاجب رقيق وفي نفس الوقت خفيف هذه الشخصية علاقتها ضعيفة مع أسرتها وأقاربها ونشأت مع أحد الوالدين أو بدون والدين أصلاً أما لو كانت بعيدة عن العين هذه الشخصية أو هذه المسافة كلما كانت كبيرة هذه الشخصية تكون ماهرة في حل مشاكل أسارية أما لو كان الحاجب قريب بهذا الشكل يدل على أن هذه الشخصية لديها نقص في الوفاء أما لو وجدت الحاجب بهذا الشكل حاجب نحيف وفي نفس الوقت يوجد هنا تقوس لكن أقل نحافة من هذا الشكل وأنا نحيف مبالغ فيه سأخبرك بمعنى بعد قليل هذه الشخصية ككل تكون عقلانية لديها حس جمالي لديها موهبة أدبية لديها حس قوي بالأخلاق وشخصية صادقة وبسبب طيبتها ممكن أن تتعرض للخداع أما لو كان رجل بهذا الحاجب فهذا الرجل يكون طيب بشكل مبالغ فيه ويعتمد على الآخرين ولديه قلة قوة حياتية وصبره يكون محدود أما لو وجدت الحاجب نحيف بهذا الشكل لدرجة أنه قريب من الخير تجده نحيف جدا هذه الشخصية هو ينطبق حتى على هذا الحاجب هذه الشخصية يكون لديها أو تكون لديها إرادة ضعيفة ممكن أن تقع في علاقة جنسية بسهولة أو ممكن أن تتعرض للإغراءات الجنسية بسهولة خصوصا لو كان الحاجب قريب هذا يزيد من الصفات أو لو وجدت شعر متناتر من الحاجب بالنسبة للحاجب الذي يكون طويل بهذا الشكل الحاجب الطويل يدل على شخصية لديها عدد كبير من الإخوة صبورة عاطفيا تستمع جيدا للآخرين لديها روح تعاون اجتماعية محاطة بالأسرة والأصدقاء لديها رفاهية نفسية واقتصادية ناس تدعم هذه الشخصية لديها قلب قوي وحيوية وقدرة على التحمل ولو كان طويل بهذا الشكل وكتيف بهذا الشكل كذلك فيدل على أن هذه الشخصية ليس لديها القدرة على أن تهرب من أقاربها أما لو كان بهذا الشكل طويل هذا يصنف طويل بشكل مبالغ فيه الحاجب الطويل بشكل مبالغ فيه يدل على توترات مع الإخوة أما لو وجدت هذا الجزء هنا مفصول بهذا الشكل يدل على أن هذه الشخصية غير قادرة على الإنسجام مع إخوتها أما بالنسبة للحاجب الذي يكون قصير الحاجب القصير ككل لا يتعدى طرف العين ويكون نادر أن يكون موجود لدى النساء لكن هذا الحاجب يدل على شخصية لديها عدد قليل من الإخوة تدل على القدرة على اتخاذ قرارات بسرعة وتعتمد في هذه القرارات على الحدث شخصية مندفعة بمعنى أصح حياتها غير مستقرة وسريعة الغضب ومتحيزة كذلك هذه الشخصية تكون نافذة صبر كمشاعر وشخصية أنانية ولديها عاطفة ضعيفة تركيزها يكون غالبا على المال وشخصية استقلالية جدا ودائما تضع مسافة بينها وبين أفراد الأسرة هذه الشخصيات غالبا تجدها رافضة لمساعدات الأسرة أصلا والحالة العاطفية لصاحبة الحاجب القصير تكون غير متزوجة أو عزباء أما لو تزوجت ممكن أن تجد أن الحاجب أصبح أطول بقليل أما بالنسبة للحواجب التي تكون كتيفة وقصيرة هذه الحواجب ككل تدل على شخص سريع الغضب أما لو كان عريض تدل على شخصية حادة الطباع وتصر على عيش الحياة بناء على مبادئها الخاصة أما لو وجدت الحواجب خفيفة وقصيرة بهذا الشكل قصيرة وخفيفة هنا إلى حد ما تتعدى طرف العيون هذه الشخصية تعيش بعيدة عن والديها أو علاقتها ككل بالأقارب تكون ضعيفة أما لو كانت الحواجب رقيقة وقصيرة بهذا الشكل هذه الشخصية لم تتلقى فوائد من الأسرة تجد هنا رقيقة ولا تتعدى العيون أصلا هذه الشخصية لم تحصل على فوائد من الأسرة أو من عائلتها تحديدا في مرحلة الطفولة بالنسبة للحواجب التي تكون متقاربة الحواجب المتقاربة تدل على شخصية تعطي الأولوية للأشخاص الذين تطيق فيهم فقط شخصية عاطفية تبحث عن علاقة عميقة وقوية وإذا شعرت بعدم الأمان تبتعد فهذه الشخصية حاول دائما أن تعطيها مسافة البعض يراها عنيدة ومتحفظة هي تصنف ككل شخصية عصبية وتتأثر بالتفاصيل الصغيرة تفاصيل غير مهمة هذا يعطلها على النجاح ولديها حذر وقلق ولديها صعوبة في التكيف مع التغييرات كذلك هذه الشخصية يكون مزاجها متقلب أما لو كانت الحواجب قريبة جدا مثل هذه الحواجب هذا يدل على أن هذه الشخصية لديها مشاعر غير قوية مشاعرها ككل تكون عميقة شخصية أحساسة جدا وككل تكون غير جيدة في بناء العلاقات الاجتماعية أما لو وجدت شعر بين الحواجب شعر بين الحواجب يدل على أن هذه الشخصية لديها صعوبة في التحكم في مشاعرها وهذه الشخصية تكون غير جدا وهذا هو الحاجب المرتبط بالنشاط البدني أو بمعنى أصح هذه الشخصية تتصرف قبل أن تفكر أصلا أما لو وجدت الحواجب متباعدة الحواجب المتباعدة ككل بشكل منطقي بهذا العرض أو حتى أعرض بقليل هذه الشخصية تكون لديها القدر على التواصل الاجتماعي لا تهتم بتفاصيل صغيرة هذه أو واسعة صدر يناسبها الرجل الذي يكون أصغر منها ولديها نقص في القدر على اتخاذ القرارات صاحبة هذه الحواجب ككل تنجذب للرجال العمليين الرجال الذين لديهم القدر على الحكم والتنفيذ أما لو كانت الحواجب متباعدة جدا متباعدة بشكل مفرد هذه الشخصية تكون متساهلة لدرجة تفريد لديها قلة مسؤولية في كل شيء مبدرة ولديها قلة التزام من الناحية الجنسية يعني ممكن أن تخون بسهولة ومعظم الشخصيات التي تمثل مشاهد جنسية ستجد لديهم هذه الحواجب أما بالنسبة للحواجب المرفوعة عن العين تكون هذه المسافة أكبر من عرض العيون هذه الشخصية نشأت في بيئة مريحة علاقاتها جيدة بالآخرين مسامحة للأخطاء مخلصة جدا لديها جاذبية عالية للجنسين أما لو كان الجفل العلوي هنا منتفخ بهذا الشكل هذا الجزء هنا منتفخ هذه الشخصية تكون لديها جاذبية جنسية وقدرة على تحقيق النجاح في الحياة الزوجية هذه الشخصية ككل تنجح في التجارة والترفيه في تعاملك مع هذه الشخصية حاول في البداية أن تعطيها مساحة لا تقترب منها بشكل مبالغ فيه بمعنى أن العلاقة يجب أن تأخذ وقت كبير جدا قبل أن تتقرب منها خصوصا لو وجدت الفم صغير أما الحواجب التي تكون قريبة من العيون بهذا الشكل هذه المسافة هنا قصيرة هذه الشخصية لديها القدرة على إدارة الأعمال المنزلية وقدرة على تربية الأطفال بكفاءة وتعطي أولوية للعائلة على حساب العمل ولديها ارتباطات ضعيفة مع الميرات أو مع الورت وككل تكون شخصية سريعة في الغضب سريعة ككل في اتخاذ القرارات أما لو وجدت الحواجب قريبة بهذا الشكل مع جفن هنا سميك هذا يدل على أن هذه الشخصية لديها إرادة قوية كالفولاد لديها جسم مرن وقوي وطاقة وحيوية كبيرة وهذه الشخصية تحقق الأهداف من خلال جهود أو من خلال جهد هائل لديها قدرة على تخطي قدرات البشر العاديين وهذه الشخصية ككل لا تتم بالظهور والسمعة العامة ككل أو لا تنتظر أصلا أي دعم من الآخرين أما لو وجدت لديها هذا الجزء هنا نحيف وحاجب قريب الجفل العلوي هنا إلى حد ما نحيف والحاجب المسافة بين العيون والحاجب قريبة هذه الشخصية تكون متواضعة لديها القدرة على الانتباه للتفاصيل الدقيقة وقدرة على التخطيط غالبا هذه الشخصية كان لديها ضعف بدني في الطفولة أو ظروف عائلية جعلتها لا تعيش طفولة مريحة أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مستقيم بهذا الشكل تجد الحاجب مستقيم يدل على صرامة وقوة إرادة تفكير مباشر طريقة تفكير بسيطة شخصية عنيدة وقوية صريحة ومباشرة هذه الصفات تزيد كل مكان الحاجب كتيب وتتخذ قرارات بسهولة وغالبا هذه الشخصية تكون واضحة وسهلة الفهم وشخصية قوية دائما هذه الشخصيات تحتاج طرف ثالث ليتوسط لها لتتزوج بسبب أنها دائما تترك انطباع سلبي للرجال ودائما عندما تلتقي برجل وتعجب به دائما كلماتها تنتهي وحتى لو كان لديك الحاجب مستقيم ستجد أنك بمجرد أن تلتقي مع الجنس الآخر كلماتك تنتهي فيجب أن تطور أو تعرف كيف تتكلم مع الجنس الآخر أو مع النساء ككل في أول لقاء لك معهم هو الفكرة أنك تعقد الأمور فبسط الموضوع وتكلم في أشياء تافهة طريقة لباسها عن طموحاتها وحاول أن تركز الكلام عنها هي بالتحديد ما دام أن لديك الحواجب مستقمة بمجرد أن تلتقي بفتاة وتعجبها ما الذي يحصل لك ينتهي لديك الكلام بسبب أن الأفكار السلبية تبدأ بالسيطرة على تفكيرك فلو استطعت أن تركز عليها الكلام ستجد بسهولة ممكن أن تأتي بأفكار ممكن أن تخترع كلام أنا أعملها أراك دائما تلبسين لون البرتقالي هي تقول لك لا لا ألبس لون البرتقالي أو هو دائما الناس عندما تركز عليهم دائما يبدأون بمحاولة أو يبدأوا ويفكر معك في نفسه فهذا يجعلك جذاب بالنسبة له فركز على هذه الجزئية لا تحاول أن تتكلم عن نفسك مع المرأة ككل في البداية أما لو كان الحاجب خط واحد مستقيم تجد الحاجب خط واحد وفي نفس الوقت كتيف هذه الشخصية تكون أنانية غير متعاطفة لديها صعوبة في فهم مشاعر الآخرين شخصية منطقية وعقلانية سريعة في التفكير جسدها نشيط شخصية هجومية تميل للتحدي لديها صعوبة في الراحة النفسية غالبا تجدها دائما منشغلة بالعمل منشغلة بالأهداف أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مقوس الحواجب المقوسة ككل ذكرت لكم من قبل هذه المرأة تكون صالحة لا أتكلم عن الدائرية المقوسة تكون أقل ضوران من الدائرية أو تكون بضوران خفيف هذه الشخصية لديها حب للعناية بالآخرين تحرس على الحفاظ على العلاقات مع الآخرين شخصيتها تكون رومانسية لديها حس فني عالي لديها مشاعر عميقة تفكيرها يكون مرن تنظر للأمور من جوانب متعددة شخصية دكية ودودة وأنتوية أما لو كانت الحواجب غير منتظمة ومقوسة بهذا الشكل هنا غير منتظمة هذه الشخصية تتأثر بالعواطف بسهولة وممكن أن تكون عرضة للخداع أما لو وجدت الحاجب دائري الحاجب الدائري يدل على أن هذه الشخصية طموحة لديها تقع عالية بالنفس لديها مهارات قوية في التفاوض لو وجدت لديها الجفن هنا سميك فغالبا تجدها تكون أو دائما هي في العمل على حساب أسرتها أما لو وجدت الحاجب مرفوع أو تحديدا طرف الحاجب هنا مرفوع هذا الجزء مرفوع للأعلى هذه الشخصية تكون نشيطة وسريعة الغضب شخصية تنافسية شخصية عقلانية ولديها القدر على التعامل مع الأرقام تصنف حرفيا خبيرة اقتصادية لو كانت هنا مرفوعة جدا مثل هذا الشكل فهذه الشخصية دائما تكون لديها قوة إرادة لديها قدر على التنفيذ أما لو وجدت الحاجب ككل منحني بهذا الشكل يدل على أو تحديدا طرف الحاجب هنا منحني الحاجب المنحني ذكرت لكم صفاتي لكن لو كان هذا الطرف هنا منحني للأسفل يدل على أن هذه الشخصية أو تحديدا طرف الحاجب والمسؤول عن التواصل لو كان منخفض يدل على أن هذه الشخصية لطيفة تميل للانطوائية تكره المشاكل ككل شخصية مسالمة تعتني بالآخرين شخصية هادئة أما لو وجدت الحاجب مرفوع الحاجب كامل من البداية للنهاية الحواجب المرفوعة ككل تدل على شخصية تتصرف بدون لاتمام لكلام الآخرين لديها ثقة بالنفس تبحث عن حياة متيرة لديها حب للمغامرات تهاجم الآخرين بشكل منطقي تعبر عن آرائها بقوة فلو كنت حساس فهذه الشخصية لن تناسب شخصيتك أما لو كنت تبحث عن امرأة شخصيتها قوية فممكن أن تناسبك هذه المرأة هذه المرأة تحديدا تحب أن يراها الرجل شخصية غامضة والتركيزها يكون على نفسها وتميل أن تكون شخصية إيجابية خصوصا لو وجدت هنا العيون مرفوع هذه الشخصية تكون إيجابية أو لديها قدرك كل على تجاوز المشاكل أما لو وجدت الحاجب مرفوع بزاوية بهذا الشكل تجد الحاجب مرفوع هنا بزاوية بهذا الشكل هذا الحاجب ككل يدل على أن هذه الشخصية تبحث عن الحرية بدون قيود لديها طاقة عالية هو موجود لدى عدد كبير من الممثلات هذه الشخصية تظهر في فترة المراهقة حدة والسقلالية وكذلك لديها قدر على التغلب على التحديات وقوة بدنية وطموح قوي وجاذبية جنسية وممكن أن تضحي بالشريك لأجل تحقيق الأهداف أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مائل للأسفل بهذا الشكل الحاجب الذي يكون مائل للأسفل ككل يدل على شخصية أو هذا الحاجب ككل تجده لدى السياسيين لدى رجال أعمال لدى أشخاص في مجالات مثل علوم مثل الفنون هذه الشخصية ككل الناس تراها طيبة ولطيفة بسبب أن الناس تراها بهذا الشكل دائما تطلب منهم أشياء كثيرة بسبب طبيعتهم اللطيفة كتعامل وكنطباع أولي أصلا تراه بهذا الشكل وهذا يسبب لهم توتر هذه الشخصية تكون محبوبة لو كان لديها جانب حاد أو نقدي في شخصيتها سواء للرجل أو للمرأة أما لو كانت لطيفة بشكل كامل فهذا يجعلها غير جذابة فهنا معنا براد بيت هو أصلا يصنف شخص قوي جدا على هذه الحواجب أو عندما توجد لديها هذه الحواجب فسيكون محبوب أما لو كان شخص لطيف وجه مستطيل وجه بيضاوي ولديها هذه الحواجب فهنا حتى لو كان محبوب سيكون مدعوس وفي العموم هذه الشخصية لديها مهارة في التواصل لديها مهارة في التجارة شخصية واسعة الحيل هذه الشخصية لا تواجه المشاكل المادية طيلة حياتها لكن ممكن أن تجد لديها مشاكل في الإدارة المالية أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مائل للأسفل لكن تجده إلى حد ما هنا عريض تجده عريض في النهاية ليس حتى مثل هذا الحاجب تجده هنا عريض وبعد ذلك أقل عرض في البداية هذه الشخصية تكون مرحة ومبتهجة شخصية سطحية وغير دقيقة أما بالنسبة للمرأة أو الملمح هذا الملمح لدى المرأة يدل على أن لديها ضعف في صحتها الجسدية أما بالنسبة للحاجب الذي يكون بهذا الشكل مرفوع بزاوية متلت تجده مرفوع بزاوية لكن هذه الزاوية تكون في الوسط أو تميل ناحية الوسط هذه الشخصية تكون شخصية ذكورية لديها إرادة قوية لديها فخر بالنفس لديها القدرة على العمل والتحمل واتخاذ القرارات الفتاة بهذه الحاجب لديها سرعة في التفكير وقوة بدنية وقوة في العمل أما بالنسبة لحاجب السيف الحاجب الذي يكون بهذا الشكل بزاوية حادة في النهاية ويكون مستقيم وفي نفس الوقت تجده كتيف هذه الشخصية تكون أنانية وقوية ولديها قدرة على التحمل وقوة إرادة وقوة في التنفيذ شخصية ككل غير متعاونة تصرفاتها تكون متسلطة تكون كذلك شخصية قوية لدرجة أنها تسبب لنفسها عدوات أما بالنسبة لهذا الملمح في الفتاة بالتحديد يكون لديها ميول عصبية وتتأثر بالعواطف بالنسبة للحواجب التي تكون غير منتظمة بهذا الشكل حواجب غير منتظمة أو متداخلة هذه الشخصية لديها خلافات في الآراء مع الإخوة تؤدي إلى خصام بينها وبين إخوتها كذلك هذه الشخصيات تكون شخصية مزاجية ولديها ككل تشويش في الأفكار أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مستقيم أو بالتحديد يستقيم فجأة أو ينقلب يصبح الحاجب بهذا الشكل يميل عادي لكن فجأة تجد فيه شعيرات مستقيمة هذه الشخصية أو هذا الملمح يدل على أن أحد الإخوة لدى هذه الشخصية غاضب منها أو توجد معها أو بينها وبينه مشكلة أما لو كان شعر الحاجب كامل مستقيم بهذا الشكل ولامع يكون مستقيم كامل ولامع هذه الشخصية تكون شجاعة ولديها نشاط ويدل على اقتراب تحقيق الأهداف أما لو وجدت الحواجب تتجه للأعلى في الجزء الأمامي بهذا الشكل وبعد ذلك تتجه للأسفل في الجزء الخلفي هذه الشخصية تميل لعدم البقاء في مهنة واحدة تنتقل بين الأعمال المرأة بهذا الحاجب علاقتها ضعيفة مع الإخوة ولديها مشاكل مع الزوج أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مائل للأسفل بهذا الشكل يدل على ضعف الحيوية أما بالنسبة للحواجب التي تكون مجاعدة بشكل دائري حواجب المجاعدة بشكل دائري تظهر لدى بعض النساء أو حتى الرجال في سن الأربعينات وهي علامة على الوحدة أما بالنسبة للشعر الذي يكون كتيف حول الحواجب بهذا الشكل هذا الشعر يدل على أن هذه الشخصية تساعد الآخرين وتتلقى المساعدات منهم أما لو كان الحاجب عكسي تجد الحاجب ينمو من البداية من النهاية إلى البداية هنا عكسي لكن من الأعلى المفروض يبدأ من هذا الجزء هذه الشخصية يكون لديها شدة إصرار على رأيها شخصية عنيدة وسريعة الغضب تتعامل بطريقة خشنة معرضة للمشاكل بالسمرار تتجاهل القواعد غالبا يكون لديها بياض أسفل أو أعلى العيون أو أعلى وأسفل العيون وتحتاج إلى تطوير المهارات النفسية مثل تعامل مع الغضب ضبط النفس والمرونة ككل أما بالنسبة للحواجب التي تكون مجعدة في بداية اليمين بهذا الشكل لدى المرأة حاليا نتكلم لدى الرجل العكس تماما يدل على أن الأخ الأكبر لديها توجد معه مشكلة أما لو كانت الحواجب عكس الحاجب أو مجاعدة بهذا الشكل في اليسار يدل على أن هذه الشخصية لديها أخت كبرى أو توجد لديها مشكلة مع أختها الكبرى أما لو كان الحاجب مقطوع في بداية اليسار بهذا الشكل هذا الجزء هنا لو لاحظت يوجد هنا جزء مقطوع في الحاجب يدل على أن هذه المرأة ليس لديها أخت لو الرجل العكس أما بالنسبة للحاجب المقطوع في بداية اليمين بهذا الشكل هذه المرأة ليس لديها أخ أما بالنسبة للحاجب المقطوع في نهاية اليسار بهذا الشكل يدل على أن هذه المرأة ليس لديها أخت صغيرة أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مقطوع في نهاية اليمين يدل على أن هذه المرأة ليس لديها أخ أصغر بالنسبة للرجل نقوم بالعكس بشكل كامل أو بالتحديد اليمين لدى الرجل هي اليسار لدى المرأة واليسار لدى الرجل هي اليمين لدى المرأة أما بالنسبة لو كان الحاجب أو حاجب مختلف عن الآخر مثلا حاجب هنا أعرض من الحاجب الآخر حاجب أكتف كل هذه التغييرات هذه الشخصية لديها صعوبات في التوافق مع الآخرين وتفضل تقليل التواصلات الاجتماعية ككل أو تواصلها بالآخرين تفضل العزلة لتشعر بالراحة أما بالنسبة لو كان الحاجب جزء أطول من جزء أو حاجب أطول من حاجب هنا هذا الحاجب أطول من هذا الحاجب هذه الشخصية لا تتوافق مع إخوتها أو لا تتوافق مع أقاربها وتميل الاستقلال عن المنزل أما لو كان حاجب مرتفع عن الآخر طبعا ذكرت لكم من قبل علاقته بسيطرة المرأة والرجل لكن بصفة عامة لو كان حاجب مرتفع عن الآخر يدل على أن هذه الشخصية أو عاشت في بيئة أسرية معقدة مثلا أبوها كان متزوج أكثر من امرأة كانت هناك مشاكل بين الأم والأب كان الأب غائب الأم غائب هناك عدة احتمالات هذا يرتبط أو نقوم بربطها بملامح أخرى لكن بصفة عامة حياتها كانت مليئة بالتقلبات وغير مستقرة أما بالنسبة للحاجب الذي يكون مقطوع بهذا الشكل الحاجب المقطوع يدل على أن هذه الشخصية حصلت لها مصائب داخل العائلة لديها ضعف في الروابط الأسرية أو هذا يولد لدى هذه الشخصية استقلالية ولديها شعور بالعزلة داخل المجموعات بمعنى آخر شعور بالوحدة مع الناس أما بالنسبة للحاجب الذي يكون منتظم في البداية هنا لا يوجد أي شعر عكس الحاجب هنا منتظم يدل على أن هذه الشخصية لديها إخوة داعمين شخصية شجاعة صبورة والعائلة والإخوة والأصدقاء ككل يقدمون لها المساعدة عند الحاجة أما لو كان الحاجب غير منتظم من البداية بهذا الشكل هذه الشخصية ككل لديها هموم شخصية عاطفية وغير مستقرة نفسيا أما لو كان نفس هذا الحاجب مشوش يدل على ميل الجدال أما لو كان الحاجب منتظم من النهاية هنا في النهاية منتظم يدل على أن هذه الشخصية لديها حس جمالي وموهبة فنية وقدرة على الكتابة أما لو كان الحاجب في النهاية غير منتظم بهذا الشكل يدل على أن هذه الشخصية لديها ضياع للمال أو لديها صعوبة في جمع المال ولو لاحظت هنا الحاجب هنا منفصل فليس لديها القدرة على أن تكون منسجمة مع الآخرين أما لو كانت عظمة الحاجب هنا بارزة بهذا الشكل بارزة وعظمية تحت الحواجب وهنا يوجد بروز هذا الجزء البارز يدل على عدوانية وشجاعة وشخصية ككل شغوفة ولا تقبل بالخسارة بمعنى آخر شخصية ذكورية حتى لو لاحظت هنا الحاجب كتيف جدا كذلك هذه الشخصية بنسبة كبيرة تكون أو على الأقل يراها الآخرون غير بارة بوالديها أما لو كانت عظمة الحاجب بارزة بشكل معتدل وفي نفس الوقت لحمية تجد هنا بروز إلى حد ما لحمي هذه الشخصية لديها حس فني ونجاحها يكون تدريجي أما لو كانت عظمة الحاجب هنا غير موجودة أو هنا إلى حد ما مسطح هذه الشخصية تكون شخصية أنتوية أصحاب البروز هي هذا الجزء يدل على أن هذه الشخصية غالبا هي تعمل خصوصا لو وجدت لديها الجبهة مربعة لديها ميول عملية أما لو وجدت خط عميق وسط الجبهة بهذا الشكل تجد الخط عميق وسط الجبهة يدل على أن هذه الشخصية لديها قوة إرادة وعزيمة لديها ضعف في التوافق مع الآخرين وقلق وعدم رضا عن الوضع الحالي وتقلبات حياتية في العموم أما لو كان خط واحد يمتد من الحاجب إلى غاية الجبهة بهذا الشكل هذا يدل على طبيعة عصبية شخصية سريعة الغضب تتعرض للمشاكل بالسمرار وهذا بسبب ردود أفعالها السريعة والغير محسوبة فهنا ينطبق كذلك هذا الملمح أو هذه الملامح التي أذكر لك للرجل والمرأة أما لو كان لديها خطين متوجهين ناحية بعضهما بهذا الشكل هذه الشخصية غيورة وشكاكة عاطفية وحساسة ولديها صعوبة في التحكم في مشاعرها قالقة بالسمرار غالبا تكون لديها هموم ومشاكل نفسية وضغط نفسي دائم أما لو وجدت ثلاث خطوط على الجبهة بهذا الشكل لو وجدت هذه الثلاث خطوط هذا يدل على أن هذه الشخصية تميل البقاء وحدها هذا يشعرها بالراحة لديها تفكير مفرط في المستقبل وهذا يسبب لها قلق وتوتر هي تقلق على أمور قد لا تحدث أصلا حساسيتها المفرطة ككل تجعلها تنعزل عن الناس أما بالنسبة للخطين هنا على شكل هلال أو خطين بهذا الشكل تجد كل خط يميل بشكل دائري هذه الشخصية لديها صعوبات مالية لديها ميول للشعور بعدم الريضة ومشاعر لهم للآخرين وللمجتمع وصعوبة في تحسين ظروفهم المالية وظروفهم النفسية هو خط مرتبط بالظروف المالية وخط مرتبط بالظروف النفسية على حسب اليمين أو اليسار أما بالنسبة للخطوط التي تكون شبكية على شكل X تجد هنا أكثر من خط على شكل X هذه الشخصية تكون لديها مهارات وتقنيات متفوقة في أشياء متخصصة أو في مهارات متخصصة لديهم قدرات قوية في مجالات تحتاج لخبرة هذا الملمح نادر جدا نادر أن تجد هذا الملمح لدى أي شخص وأصحابه يكونون مميزين في مجالاتهم أما بالنسبة للشامات في الحاجب الشامة إذا كانت وسط الحاجب تدل على أن هذه الشخصية لديها حدث وإحساس قوي بالجماليات وبالفن والأدب وصرعة التفكير وبراعة لغوية ويدوية أما لو كانت شامة وسط الحاجب لكن هذه الشامة ميتة تجد أنها باهتة أو رمادية هذه الشخصية ليس لديها القدر على إظهار موهبتها ومهاراتها في الكتابة ككل أما لو وجدت شامة فوق وسط الحاجب بهذا الشكل هذه الشخصية لديها شعور بالكرامة والأناقاء يعني عزة نفس عالية غالبا تعيش بعيدة عن مسقط رأسها تميل الاستقلالية لنفس الحاجب القصير ولديها مهارة في التواصل الاجتماعي خصوصا لو وجدت أنها تميل ناحية زاوية داخلية للعين أو ناحية بداية الحاجب أما لو وجدت شامة في نهاية الحاجب هذا يدل على شخصية مبدلة لديها ككل ما ليدخل ويخرج ممكن أن تجد هذه الشخصية تقامر أو تستمر في أسهم أو عملات رقمية أو ما شابه أما لو وجدت شامة فوق بداية الحاجب يدل على شخصية لديها نطاق واسع من العلاقات وهذه العلاقات مفيدة لها أما لو وجدت شامة ميتة في هذا الجزء يدل على شخصية تنفعه بسهولة أما لو وجدت شامة تحت الحاجب في هذا الجزء في هذه المسافة أو هذا الجزء هو المرتبط بالميرات العائلي يدل على أن هذه الشخصية ذاكرة قوية وميرات وممتلكات وعقارات أما لو كانت هنا الشامة ميتة يدل على مشاكل مع الأقارب والإخوة في الميرات مثلا قد تحصل هذه الشخصية على حصة صغيرة أو يخدعها أحد عائلتها أو لا تحصل على أي حصة أصلا أما لو وجدت هنا شامة في الزاوية الداخلية للعيون لدى الرجل تدل على مشاكل قليلة في الزواج وعلاقة جيدة ككل أما لو وجدت شامة ميتة في الجزء الأيصر لدى الرجل تدل على عدم توافق الجنس مع زوجته أما لو وجدت شامة ميتة في الجانب الأيمن لدى الرجل في هذا الجزء تدل على شخصية أنانية أما لو وجدت شامة ميتة في الجانب الأيصر لدى المرأة يدل على قلق مستمر بسبب ميول زوجها للخيانة بمعنى آخر لديها مخاوف مستمرة بشأن خيانة الزوج